بسم الله الرحمن الرحيم بالفعل زي ما المهندس عادل أشار الأهلي بيتلقى تهنئة من إنفنتينو شوفها يا سيد أمراهيم حط الأمور ورتبها جنب بعضها توصل للمشهد والصورة المتكاملة لماذا الأهلي يسير ولا يلتفت إلى محاولات الفقاقية التي كل شو واحد ينفق كده تخرج بعض الفقاعات اللي تهاجم الأهلي بلا مبرر وعلى غير أساس لمجرد تشويه الصورة وفي الآخر بيبشوهوش اللي أنفسهم ومنطقهم لأن الدنيا أصبحت على دراية الإشادة بما يفعله الأهلي الإشادة بما يصل إليه الأهلي الإشادة باحترافية الأهلي الإشادة كما سيأتي في خطاب إنفنتينو بعد قليل وعلى المقابل خطبات الإقافات نتيجة عدم اتباع السلامة المالية الشفافية المالية إقافات للمستعقات إقافات مش هذه القصة بتترجم تكمن الفوارق تكمن الحكاية تكمن تفاصيل الأمر كله فلا يعنينا أن يخرجوا ببعض وهاجم الأهلي بس أن يصل الأمر أن المتحدث الرسمي باسم نادي بعينه يخصص برنامجه مش في قناة النادي بتاعته لأ ده في قناة أخرى يعمل بها إنت تتكلم على أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزوالي يعني تخصص حلقة عشان تجيب واحد يسيق للنادي الأهلي وتسأله الأسئلة طب أنت متحدث رسمي عن الزمالك هل من صميم عملك الإساءة للأهلي ولا ده أصبح جزء من منهجك أنا تبيعته عبر سنوات ما شفتش منه مرة حاجة زى كده أما وأنه قد أصبح مسؤول رسميا فمش من حق الخصص هذه مسؤولية هذه مسؤولية إذا كنت ترى أن دورك ستكتفي لا تجد ما تقوله إلى الإساءة للأهلي يبقى تعالى جنب إخواتك طيب لغاية لما يجي جنب إخواته خلينا أقول لجمهير النادي الأهلي أنه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفنتينو بيرسل برقية للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالتهنئة الشخصية عن إحراز الأهلي للميدالية البرونزية في بطولة كأس العلم للأنديا التي جرت فعلياته مؤخرا في السعودية قال إنفنتينو أن هذا الفوز جاء نتيجة العمل الشاق والاحترافية الكاملة والاهتمام بالتفاصيل الإدارية والفنية والطبية وكذلك الحب والشغف بلعبة كرة القدم وكل هذا يبشر بما هو قادم ويمهد الطريق لنجاحات أخرى في المستقبل القريب تمنى إنفنتينو التوفيق الدائم لرئيس النادي الأهلي والمنظومة كاملة وتطلعه للقاء يجمعهما في وقت قريب ده تقديراً وتثميناً لإنجاز النادي الأهلي في كأس العلم للأندية وإشادة من رئيس الفيفا لكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي المعنى أن يجد هذا خطاب شخصي ليس خطاب من الفيفا بمناسبة مش بروتوكول ولا يعلق على حدث ولا يعلق على نمأ خطاب شخصي وإن تأتي كل جملة فيه وكأنها رسالة أي هنقوه على ما يصل أي من تحقيق نتائج نتيجة الاحترافية نتيجة العنايب التفاصيل نتيجة الدقة نتيجة الشغب نتيجة الطموع نتيجة أنك عايز توصل بناديك إلى أي مدى وتكون المحاصلة أنك شرفت أفريقيا وشرفت نفسك لماذا لا ترون الأهلي هكذا كما يراه العالم إيه النظارة اللي أنتوا لابسيها لابسينا مش أقلبها الأمور واخد بالك إيه إذا كنا فيه ناس ماشي على إيدها ومتقال لها العالم مقلوب ما هو الديني عقلك إنت إيه اللي بيوصل إن الناس تهاجم هذا النجاح إحنا محدش طلع عائركم إحنا يعني أنا أتحدث عن الإعلام المنضابط الرسمي أتحدث عن مواقف الرسمية لنادي الآن محدش جاب سيرتكو في حاجة وقلنا بداية جديدة وقلنا عهد جديد هنشغل كل إمرئن كل إمرئن أيها بنفسه أيها عن الآخر أنا عندي شؤوني متابع ما يفعله هذا المجلس مجلس الزمالك من مجود كبير جدا لحال مشاكل وتركمات تقيلة تقيلة ينجح في معظمها ويعني في سبيل نتمنى لهم التوفيق لكن أنت نشغله يبقى حتى من لهم مناصب رسمية وحتى عدوا مجلس دارة يطلع برضو في أحد البرامد برضو يلاسن عن نادي الآله ولا عن نادي الآله ما ينفعش ما تضطروناش يعني وبعدين في الآخر يقولك تراشق تراشق إيه أنت ماسك درق بتعمل به كده دلوقتي فيش تراشق ولا حاجة إحنا لا عايزين نتراشق إحنا عايزين نقول للنادي الأهل يمشي إزاي صح منشغلين نبني مش عايزين حد يعطلنا طيب ويعني أتمنى أن الأمور دي توقف وأن كفاية النماذج اللي أنتو مرحلة انتهت ما نعودش نجيب النماذج اللي منطلح كل رأس ما لها أن تصب النادي الأهلي وفاقت تفاصيل كمانا